يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي يا أحباب قلبي انتم غاية مرادي في الشوق عذبني وأنا ماشي معي في اليد حيلة يفوز يفوز من كان النبي طاها دليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الفرد الحق الخالق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد فإن الحق تبارك وتعالى تفرد بالخلق وبالاختيار تفرد بالاستفاء لمن يشاء ولما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه ولقد قال سبحانه في قرآنه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جل جلاله وتعالى في علاه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد اصطفى الله تعالى من خلقه أجمعين عبده المجتبى محمد بن عبد الله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعل جميع شؤونه خير منهاج للحياة الحياة الكريمة الحياة الطيبة الحياة التي فيها حقائق الإنسانية ومعاني الكرامة الربانية الموهوبة لهذا الإنسان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم كما رواه إذا الإمام أحمد والترمذي وغيرهم فهو صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الله من خلقه ولقد صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولقد صح عنه أنه قال وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر وبذلك استفى الله تبارك وتعالى له الآباء والأمهات من لد آدم إلى أبيه وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو الخيار من الخيار من الخيار والله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالاته ولقد شاء ختم الرسالات بعبده للمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكانت أسرار الاصطفاء محيطة بهذا العبد المقرب المحبوب للرب جل جلاله وتعالى في علاه وبذلك جاء أخذ الميثاق على المصطفين من النبيين كما جاء في معنى قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فولئك هم الفاسقون أخذ الميثاق عليهم أن يؤمنوا به إذا بعث ويكونوا أتباعا وأنصارا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولقد صح في حديثه أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي إن هذا الاصطفاء الكريم يبين لنا حكمة من حكمة الإله الخالق الذي قال وربك يخلق ما يشاء ويختار فله الخلق وقد تفرد به وله الاختيار يختار من خلقه ما شاء ويختار من خلقه من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه وإذا نظرنا إلى مسألة الاصطفاء وجدنا أنها إرادة إلهية تبرز في البرية بمعاني خصوصية ليس لأحد فيها الاعتراض على الخلاق جل جلاله وليس لها من معنى يتعلق بشيء من الإخلال بالعبودية والكمال الذي هو للإنسان أي الكمال الإنساني الذي يبرز في خضوعه لله وأدبه مع الله وعمله بمنهج الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يتصور العاقل عن معاني الإصطفاء أن من استوفيا يمكن أن يتكبر أو أن يغتر أو أن يجحف في حق الغير أو أن يظلم فلا شيء من ذلك يتعلق بالإصطفاء كما أنه لا يمكن للعباد أن يردوا إصطفاء ربهم جل جلاله وتعالى في علاه بل يجب عليهم أن يذعنوا ويسلموا لمصطفاه الله تبارك وتعالى من الأفراد أو من الأعمال أو من الأماكن أو من الأزمنة والأيام والشهور والأعوام والقرون جل جلاله وتعالى في علاه فهو يخلق ما يشاء ويختار أي ويختار ما يشاء جل جلاله وبالنسبة لعالم الإنسان جعل الله تبارك وتعالى أصفياءه منهم الرسل الكرام والأنبياء العظام وفضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وجعل صفوة هؤلاء الأصفياء ومنتقاهم وأعظمهم عبده المصطفى محمدا صلى الله سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وهو القائل ولواء الحمد بيدي يوم الغيامة آدم فمن دونه متحت لوائي إذا علمنا ذلك فإن مسألة التسليم لهذا الاصطفاء تقتضي التحقق بحقائق الإيمان والاستفادة من اصطفاء الرحمن لمن شاء وعود ذلك الاستسلام على المستسلم بالإنعام والإكرام من الإله الذي اصطفى فكل الذين نظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من من كان في عصره نظرة التسليم لاستفاء الله إياه وعلموا فضله على من سواه أحدث عندهم ذلك إيمانا قوي ومحبة راسخة وصدقا في الاتباع والاقتداء ومن نظر إليه أنه ما الذي يميزه ولماذا يصطفى من دون سواه أورث عنده ذلك تكذيبا وكفرا ونفاقا وبعدا عن الله جل جلاله وتعالى في علاه وهي القضية نفسها مع إبليس حين اصطفى الله آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأمر الملائكة بالسجود له فكان من الملائكة أن اشتسرهموا لاستفاء الله تبارك وتعالى ولم يعترضوا بأن هذا جاء جديدا أو أنه خلق من تراب أو من طين إلى غير ذلك ولكن إبليس هو الذي قال أسجد لمن خلقت طين أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتركن ذريته إلا قليلا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان هذه النظرة في رد اصطفاء الله تبارك وتعالى سببا للبعد والطرد واللعنة والعياذ بالله إذن فوجب علينا أن نفقها من أسرار الاصطفاء أن الله يختار من يشاء ويفضل من يشاء وهو ذو الفضل العظيم جل جلاله وبذلك قالت الرسل لقومهم حينما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي في أصل الخلق والإيجاد ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وفي هذا تفرقة كبيرة بين إنكار البشرية والخروج عن الطور والعياذ بالله تبارك وتعالى وكذلك بين إنكار الخصوصية والإفضال من الله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وحينئذ فالمساواة التي يمكن الحديث عنها بالنسبة في الحقوق العامة لكل من استوى في فعل عمل فحالا وذوقا وقصدا أنهم يستوون في النظرة إليهم هذا الذي يمكن أن يصح وأما اطلاق المساواة على علاتها فهذا الذي لا يقبله عقل ولا شرع ولا يمكن أن يكون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم تزل حياة الناس دنيا ودينا مقائمة على ذلك التباعد وذلك الاختلاف الكثير في المراتب والدرجاتهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ولكن الشرائع جاءت بالعدل الذي يسوي بين الناس وهذا العدل هو الذي يقوم مع معاني الاصطفاء من الله تبارك وتعالى قومة أن لا يدعى لهذا الاصطفاء استحقاقها ما ليس بحق أو التطاول على حق الغير أو الاعتداء على حق الغير أو الخروج عن دائرة التقوى بل المصطفين كما رأينا في الأنبياء صلى الله عليه أعرف الخلق بالأدب مع الله وبمراعاة حقوق الخلق من أجل الله بالميزان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم إذن فيجب على أهل الإيمان أن يعلموا سر الحق تبارك وتعالى في انفراده بالخلق والاختيار والاصطفاء كما يشاء وأن يسلموا لذلك ويستسلموا ويعرفوا فضل بعض الأيام على بعض إن من خير أيامكم الجمعة فأكثر فيه من الصلاة عليه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يقول صلى الله عليه وآله صحبه وسلم كذلك يقول لنا عليه الصلاة والسلام في القرون خير القرون قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك يذكر لنا صلى الله عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم كما ذكرها الله في كتابه وميزها من بين الاثنين عشر شهرا منها أربعة حرم كذلك يذكر لنا رمضان ويميزه عن بقية الشهور يذكر لنا ليلة القدر وفضلها كل ذلك اصطفاءات من الحق ويقول إن الله اصطفى من الكلام أربع سبحان الله والحمد لله لا إله لله والله أكبر وهكذا تأتي أنواع الاصطفاءات مسجد أمرنا أن نرفعه وأن نعظمه ومكان يعصى الله فيه يجب أن نكره تلك المعصية العاملة فيه بل نبعد من أماكن الذين ظلموا أنفسهم وحلت عليهم اللعنة كما فعل صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى تبوك حين مر على ديار قوم ثمود إذن علمنا معنى الاصطفاء والتسليم له وأن ذلك لا يجيز كبراً ولا اعتداءاً ولا إضاعة لحق أحد وبالله التوفيق ونرجع بعد الفاصل إلى استكمال هذه الحلقة يَنُّرْ عَنِي حَبُّكُمْ سَاكِنْ فُؤَادِي إذا أدركنا معاني الاستفال الرحمن جل جلاله وأدركنا أنها في الأماكن وفي الأزمنة وفي الأشخاص كما يشاء جل جلاله وتعالى وأن ذلك لا يتعلق بشان أخروج عن عدل كما رأينا معنى المفهوم في المساواة كيف يكون ندرك معاني استفاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الله ثم كان أعظم خلق الله تواضعاً لله وتذللاً لعظمة الله وإنصافاً لعباد الله تبارك وتعالى كذلك تكون معاني الاستفاءات إنها بعيدة عن تلك المفاهيم التي يكون بها من تبوأ منزلة في استفاء هيئة أو جماعة أو شيء مما تمكن منه في الحياة منبسط اليد ليظلم أو ليذي أو ليأخذ ما ليس له ونأخذ من ذلك أيضاً معناً في أسرار استفاء الله لنبيه أنه اختار له الآباء والأمهات الأطهار والطيبين وقال عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من لدن أبي آدم حتى ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء فلم أزل أنقل من الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة جاءت هذه الروايات بالمعاني المتعددة والألفاظ المتعددة المتقربة المعاني كذلك التي توحي إلى أسرار استفاء الله تعالى في اختيار الآباء والأمهات من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب وآمن بنت وحب قال في لفظ لم تفترق من شعبتي صهر ولا نسب إلا وأنا في خيرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها المؤمنون بالله إن من طلب دنوا وصفاء وشرف وكرامة عليه أن يهتم بهذه المسألة مسألة الطهر والعفة مسألة التنقيء عن تدنس الأعراض بما يغضب الجبار جل جلاله وتعالى فعله إنه لا يمكن أن يستقر الشرف في المنازل والبيوت ولا في المجتمعات حتى تنقى عن رذيلة السفاح حتى تنقى عن رذيلة انتهاك الأعراض وتلك الحرمات التي هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى أكد عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في مقامكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا بلغت يا رسول الله إذا علمنا ذلك فإن مما يتأكد علينا ونحن اتصل بالمصطفى الله الذي تخيره الآب والأمهات أن نختار لأنفسنا سد باب الرذائل وسط الديار والمنازل ومن خلال ما نشاهد ومن خلال ما نسمع ومن خلال ما نعرض له أبناءنا وبناتنا أن يسمعوا أو أن يشاهدوا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولنأخذ الحكمة كان يتحدث عنها الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله أن الله في عامة الأحكام لم يجعل الأمر في الشريعة منوطاً إلا بآخر المراحل وهي النزوع إلى شيء وذلك فيما اكتشف من أن الإنسان عندما ينطلق في أمر فإنه يبدأ منه إدراك ثم وجدان ثم نزوع إلى ذلك العمل وهذا الأمر موجود الإشارة إليه في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن يحصل عند الإنسان إدراك ثم يصحبه تفاعل يسمى الوجدان ثم يحصل نزوع بعد ذلك قال وإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا عمت أحكامها تتعلق بالنزوع قال إلا مسألة الأعراض والكف عن الرذائل والانتهاء عما حرم الله تعالى من الفواحش فإن شريعة الله تدخلت فيها من بدايتها من عند النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقد جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم من تركها من مخافة الله أبدله إيمانا يجد حلوته في قلبه وحثنا عليه الصلاة والسلام على تقوى الله فيما يتعلق بالنظر وقال فإن لك الأولى وعليك الآخرة وليست لك الثانية لا تتبع النظرة النظرة أي إن الله يعفو عنك فيما وقع بصرك عليه من دون قصد منك ولا تعمد ولكن أن تثبت نظرك بعد ذلك أو تكرر النظرة فهو الخروج عن الحدود التي حدها لك الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه فيا أيها الأتباع لهذا النبي المصطفى خذوا من سر ما حمل الله عرضه من نزغات الشرك ومن نزغات الفحش أن تبعثوا هممكم مع زائمكم لسد ثغرات ما يؤدي إلى البلاء ما يؤدي إلى الرذيلة فإن الشريعة جاءت بالمحافظة والصيانة من بداية النظر كما حرمت على المرأة أن تتعرض للقوم والرجال الأجانب معطرة فيشم رحها وجاء في التحذير فيما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استعترت المرأة وفي لفظ أي ممرأة استعترت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ذلك التحذير الخطير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مامون على بلاغ الأمة لما يحرس شرفها وكرمتها يجب أن تستجيب له الدواعي من المؤمنين بل العقلاء على ظهر الأرض فإن المنحدرين في الرذائل قاسوا الويلات في المجتمعات حتى اضطرت من واقع الحياة بعض بلاد الكفري لأن تتبع بعض أماكن الرذيلة لتغلقها من دون دين وإيمان ولكن لما جلب على المجتمع من ويلات من أمراض غريبات من انحطاط أفقدهم قيم التعامل من أصلها أفقدهم أن يتحولوا إلى أو أن يكونوا عناصر نافعة في المجتمعات إلى أن يكونوا مصدر شر وتعب وأذن يتجاوزوا الحدود إلى حوادث من الاغتصابات وحوادث من القتل تحصل إن الله أعلم بمصالح عباده فعلى المؤمنين أن يدركوا شرف الانتماء لتعليمات الرحمن من فوق أقل العقلة وتفكير المفكرين وتجارب المجربين أن الذي أحاط بكل شيء علم يتولى توجيههم يتولى تنبيههم يتولى سبحانه وتعالى تعريفهم فبذلك فضل علينا من الله يجب أن نقدر قدره ولنعلم أننا لسنا بحاجة إلى تلك التجارب التي يقول أصحابها إلى كثير من الأدامة والفشل إننا أمام منهاج رباني من الرحمن عز وجل من حقنا أن نفخر به وبالامتثال له فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن ذلك من يتعلق بهذه القضايا الله تعالى حرس الأعراض بتحريم نظرة الحرام وتحريم قول الحرام وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن ذلك لا يحصل أن يخلو رجل بامرأة لا محرم معها إلا كان الشيطان ثالثهما كما حدث صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم وكل هذه تشير إلى واجب ومهمة تتعلق بالآباء والأمهات على وجه الخصوص والعقلاء في الأسر والمنازل في تفقد ما يعرض من مشاهد ومن مسموع أننا بذلك كله نحسن صلتنا بالمصطفى صاحب الرسالة ونعلم من معاني السيرة في أوائل اصطفاء الله له أن نتحذر من الرذيلة ومن الفحشاء فإنه لا تقوم الكرامة إلا بذلك حتى جاءتنا الأحاديث بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن وبأنه من زنى نزع الله عنه الإيمان كما ينزع الإنسان وقميصه من على راسه وجاء في رواية فكان كبض التي فوقه فإن أقلع عاد إليه الإيمان كل ذلك يقوم مجتمع الإنسانية على معنى من العلو والسمو يجب أن نتفقد أحوالنا فيه وأن نتصل بمن اصطفاه بارئه وأرسله إلينا يهدينا إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين